ده كمان بيعمل حاجة وانا ارهنك ان ما حدش خد باله منها الكرة لما بيطلع بيها كمان اللي هي نقل في نص الملعب عارب بيعمل ايه؟ ده بيعمل حاجة ما حدش توقح بيدخل بيت ستاو تمام؟ عشان يفض المساحة وبيت ستاو في نفس الوقت يهرب بيدخله اخد بالك نص الملعب قوي ويخلى حمد فاتحي من تحت يجي هربار ده ما حدش خد باله منها لو تلاحظ كمان لا ده مش مساندة مع محمد هاني يا كابتن ده محمد هاني كده كده بيبقى متأخر لما الكرة بتيجي في الجزء ده في الجزء اللي هو في نص ملعب في الناحة الهجومية تمام؟ بيخلي بيت ستاو ينزل قوي فبيسحب معه لعيب؟ فبيسحب معه لعيب وبيجي حمد فاتحي حتى فيه كرة عرضية تلعبت لو كان يتعدت كان حمد فاتحي لوحده فدي برضو ما حدش بيعملها فالحاجات الصغيرة اللي ما حدش بياخد بالهم هنا دي لا دي حاجات تاكتيكية بيشتغل عليها بشكل كويس خد بالك فاللي منجح الحتة دي التلاتة بتوع نص المرعب هم اللي بيشتغلوا بشكل كويس قوي خد بالك الهدف الاولاني استحواز من كهرباء كويس يعني التلاتة بتوع نص المرعب هم النجحين منظومة الاهل الدفاعية والهجومية طبعا طبعا وهم اللي بيعملوا كل الخطوة هم اللي بيقطعوا في البداية وحمد فتحي هو اللي بيفتح صغرات مع بيرس تاو وانا قلت لك الشيفت ده تمام خد بالك ليه النتيجة ما زادتش الشوت الاولاني بسبب حسين الشحات ليه بقى هقولك ليه حسين الشحات اربع مرات في كور مرتدة في العكسية وهي هتوصل له افصايت لو تحرك بشكل سليم مع الطايم مع التوقيت الكويس كان ممكن يحصل مثلا تلات اربع انفرادات صح انت فاهمني كهرباء ممكن هنقول كرة واحدة يعني اللي هي الانفراد اه كان ممكن تفرق اللي سهل المباراة الهدف الاولان تعبير ستاو تمام سبق علمك ليه حسين الشحات كان ممكن النتيجة تزيد لازم ما قلتلك اربع افصايت من تلاتة لاربع افصايت التحرك ده لو تقل شوية كان ممكن يفرق بحاجات كتير لو زبت توقيت ضرب الدفاع حتى كورة اللي شطها في الديئة واحد واربعين احنا ما عندناش هنا هاي لاتسك اه طبعا في الديئة واحد واربعين لو بصيت لبيرستاو لوحده لوحده خالص نفس الكرة بالزبط اللي جاب منها جون بيرستاو هي نفس الكرة اللي شط حسين الشحات فيمكن عدم تركيز حسين الشحات في الشوت الاولاني هو اللي كان ممكن يزود النتيجة تمام كابتن رمضان بمنتهى الصراحة هل تفوق الاهلي النهاردة بالنتيجة الكبيرة دي والسلسية دي سبب وصوق حال التراج التونسي والظروف الفرقة والجيابات الكتيرة اللي أبرز على المعز بن شرفي اللي هو حارس المرمى اللي عنده خبرات عظيمة جدا جدا في البطولات الأفريقية هل ده السبب الرئيسي في أن المباراة تخرج بالشكل ده ولا الأهلي في كل الأحوال تفوق وقدر أنه يمشي المباراة زي ما هو عايز لا طبعا الناد الأهلي في كل الأحوال تفوق وتفوق على فترات الحقيقة زي ما قلت لك الربع ساعة الأولانية إزاي الرجل اشتغالها كولر الحقيقة وإزاي لما أحرز هدف إزاي عارف يأمن مساحات ويقافل مساحات بشكل كواس أوي ويلعب زون النص ملعب الحقيقة وحملها بشكل كواس أوي طبعا أنا طبعا بديب بص على الثلاثل الوسط إزاي كان أليو ديانج ولا حمد فاتعي ولا مروان مروان طبعا أثبت أنه في الفترة الأخيرة أنه هو أفضل ستة موجود في مصر يعني في الدور المصري أو في مباراة أفريقيا الحقيقة هو أبرز لعب في مصر دلوقتي في المكان دا في مركز ستة حاجة مميز بشكل كبير جدا لأن مروان بيعرف يستخلص وفي نفس الوقت كرته كويسة بيعرف الحقيقة يمرر بشكل كويس لكن أنا بقول كمان